إضرابات للعمال في دبي خبر قد يبدو غير عادي خاصة حين يتكرر مرتين في شهر واحد في منطقة لا تعترف بحق الإضراب أو تنظيمات العمال في مطلع مايو أيار الجاري أضرب سائق شركة ديليفرو ومقرها لندن احتجاجا على سعي الشركة لتخفيض أجورهم لخفض النفقات واسترتفاع أسعار الوقود الشركة اقترحت دفع دولارين وثمانية وثلاثين سنة للتوصيلة الواحدة بعد أن كانت تدفع دولارين وتسعة وسبعين سنة للتوصيلة لكن تحرك العمال أجبر الشركة على التراجع عن خطتها تكرر الأمر في عطلة نهاية الإسبوع مع إعلان سائق شركة طلبات الإضرابات احتجاجا على خفض الأجور وظروف العمل القاسية سائق طلبات طلبوا بزيادة أقل من دولار واحد في الأجر لتصل إلى اثنين فاصل تسعة وخمسين سنة لكل رحلة وذلك للمساعدة في التغلب على ارتفاع تكاليف الوقود وقد زادت أسعار الوقود أكثر من ثلاثين بالمئة هذا العام في الإمارات ويحصل سائق طلبات في المتوسط على تسعمائة وثلاثة وخمسين دولارا شهريا يذهب جزء كبير منها للوقود حدوث هذه الإضرابات على هذا المستوى في شركتين لتوصيل الطلبات للمنزل ليس صدفة وإنما يعبر عن حجم الإحباط والغضب الذي يشعر به العاملون في هذا المجال الذي لا يخضع لقواعد صارمة خاصة في الإمارات التي تعاني من قوانين عمل ضعيفة نسبيا هؤلاء العمال يتم توظيفهم عبر شركات وسيطة وهو ما يجعلهم عرضة أكثر للاستغلال والعمل تحت ظروف غير ملائمة كما أنهم يمكن أن يخضعوا لمساءلة قانونية إذا شاركوا في هذه الإضرابات أو شجعوا آخرين على المشاركة عمال توصيل الطلبات في دبي أصبحوا دعامة أساسية في اقتصاد البلاد وزاد الطلب على أعمالهم خلال فترة جائحة كورونا إلا أنه لديهم القليل من الحماية ويقول سائق ديليفرو أنهم مثقلون بالتكاليف المرتبطة بشراء وإصلاح درجاتهم النارية والحصول على تصريح العمل وتجديدها من السلطات المحلية ودفع الإيجار وغرامات المرور الخاصة بهم كما يشكون من سوء الرعاية الصحية على الرغم من المخاطر التي يتعرضون لها من الضروري في هذا السياق أن يحقق في مزاعم العمال الذين يوظفهم طرف ثالث العمال يقولون أنهم يدفعون مصاريف كبيرة للحصول على تصريح العمل وهو ما قالت شركات طلبات إنها ستحقق فيه ويعمل في الإمارات نحو ثمانية ملايين أجنبي معظمهم بعقود مؤقتة ويشكلون تسعين بالمئة من العاملين في القطاع الخاص والوظائف الدنيا وتعتمد الإمارات على عملة قادمة من الهند وباكستان وبنجلاديش والفلبين وخلال وباء كورونا أظهرت الإمارات نفسها كملاذ آمن للعاملين وجذبت الآلاف من أصحاب الملايين ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا لكنها تتعرض لانتقادات بسبب نقص ما تقدمهم من حماية للعمال وتحضر الحكومة في الإمارات النقابات العملية والإضرابات والاحتجاجات العامة نغم قاسم بي بي سي ترجمة نانسي قنقر